مشاهد مرعبة بدأت تتسرب من العراق تفضح أعداد الضحايا الذين توفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا أكثر من سبعين وفاتان بالفيروس بدأت تسجل يوميا في معدل يدق نقوس الخطر في بلاد يعاني أساسا نظامها الصحي قبل هذه الأزمة 77 متوفي كلهم بكورونا والأغلب الجثث من أهالي بغداد الأكثرية من أهالي بغداد تقريبا 60 إلى 70% من هذه الجنائز من أهالي بغداد الإصابة المتزايدة تقول نقبة الأطباء في العراق أن أسبابها تعود لفتح السلطات أبواب المستشفيات على مصراعيها لمراجعة المشتبه بإصاباتهم بالفيروس فضلاً عن قبول حالات التداوي العادية الأمر الذي سهل انتقال الوباء بشكل أسرع نقص المعدات الطبية وعينات الفحص للفيروس حكاية أخرى أدت بحسب مصادر الطبية إلى زيادة معدلات الإصابة بين الطواقم الصحية التي بدأت تسابق الوقت لتجنب الإصابة بالفيروس فضلاً عن عدم تطبيق السلطات الحكومية الحضرة بشكل كامل والانتقائية بتنفيذه انتقائية تفضحها سماح القوات الحكومية لجماعة رفحاء بالتظاهر أمام المنطقة الخضراء بالرغم من وجود قرار الحضر حيث أمنت العتبة الحسينية وسائل نقل للجماعة لغرض إيصالهم إلى ساحات بعينها من أجل التظاهر وإطلاق التهديدات في حال قطعت رواتبهم التريليونية بينما يطبق الحضر مع التلويح بالغرامات على الفقراء في البلاد أمام هذه الخروقات لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا تؤكد لجنة الصحة النيابية أن أمكانيات وزارة الصحة باتت محدودة مرجحة أن تكون المستشفيات عاجزة في العراق عن تقديم خدماتها في الأيام المقبلة ويترك المصابون بالفيروس لمصيرهم المجهول ترجمة نانسي قنقر